فاللهم يا رب أعنا على ضعف أنفسنا وقونا على حملها إلى الطريق الذي يرضيك عنا يا نعم المولى ويا نعم النصب فاللهم يا رب أعطنا القوة التي بها تتبدل الأحوال وأعطنا اليقين الذي به تتحقق الآمال وأعطنا الإخلاص الذي به تقبل الأعمال السلام عليكم ورحمة الله يا رب تكونوا بخير نهار ده بقى روتين جميل جدا جدا مناعي على طلبكم طلبتوا مني كتير قوي قوي النظام اللي أنا ماشي عليه وبتعملي إيه وبتاكلي إيه وإيه البديل اللي عيش فالنهار ده هعمل معك واجبة كده صحية واجبة الغداء بتاعتي وكمان هننضف بقى مع بعض كالتلاجة ونرتبها وننضفها قبل بقى ما نجيب خزين الشهر نزلت بقى السوق الأول الصبحي جبت كده كم حاجة تنقصاني جبت كل ركس وجبت اللي سبونشة لانتوا شايفينه ده ويتبقى كده حوالي أربعة جيو نص فقلت له هب بها سابونة فاداني السابونة دي أول مرة استخدمها بس تعجبتني جدا وريحتها حلوة كده ريحتها منعيشة وجبت بقى طبعا طقم التلاجة عشان بحب كده لما جي أنا اضفها أفرش طقم جديد وجبت برضو بزوري الكتان ده كيلو باربعين جديد تقريبا جبت نص كيلو وجبت نص كيلو جبن قريش برضو دي حلوة قوي وصحية وفي نفس الوقت مغزية جدا جدا لأي حد بيعمل ضايت وعلى ما اعتقد ان دي أفضل جبنة تكليها بصراحة في الضايت يعني وجبت طبعا بيد أنا جبت بس نص كيلو على أساس بسان لما تخلص أجيب غراية بحتفظ بقى بقى ازاي مش بحطها في الكيس كده لأ أبحطها في علبة وحطها عليها ما يكون فترة وطبعا كان فلفلية كده حرقة كده بيدوا ريحة حلوة قولة جبنة لو حابة تحطي شوية لبن حطي شوية ملح براحتك بس أنا كنت حبها يعني ايه تكون يعني قليلة قليلة شوية في الدسم على أساس ان أنا لما جي أعملها طبعا هحط زيت زتون هنا بقى جبت البيت برسته كافي لعلبة بتاع طبعا البيت ده أساسي معانا يعني على طول يعني ده للاولاد ولية وكل حاجة يعني فما فيش غينة عنه بصراحة فجبت عندي ورصيت والبقى طبعا حطيته في باب التلجة هنا بقى جبت بزوريكتان قلت بقى كده أفضها في البرتمان أنا ساعات بقى مثلا جاي ببرتمان ورق عينب صلصة فبصراح لما بيكون إزاز وشكله حلو كده وكبير بخسله وباستخدمه تاني فحطيت دلوقتي كده في بزوريكتان وهشالها لغاية لما نيجي نستطيعها مع بعض هنا بقى هعمل معاكو دلوقتي تحينة صحية حلوة جدا جدا بالسمسم بس مش هحط بقى معاها لدقيق ولا أي حاجة طبعا ادي بيخليها بس يعني كتحينة اقتصادية وكمان زي اللي حلم نشتراها من بره على فكرة بتبقى برضو فيها دقيق وفيها يعني حاجات طبعا فيها مش سمسم صوفي فالسمسم من الزوط اللي هي الصحية جدا جدا وينفع جدا في الدايت اللي بتعمليه انا بعمل الكيتو دايت مع الصيام المتقطع اللي هو الوجبة الوحدة انا حابة جدا ويعني حلو معايا قوي بصراحة وجاب نتيجة حلوة جدا جدا يعني المهم كده هضرب بقى بعد ما حمصت كده السمسم في التوسة ممكن تحمريه في الفرن برحتك بس انا استسهلت يعني على بتجاز افضل وكمان هجيب بقى المطحنة بتاعت البهارات دي دي مخليها بصر انا عندي اتنين فمخليها كده واحدة للكلام دوت وواحدة للبهارات فاللي هي التانية اصلا انها مش باستخدمها يعتبر قلت بقى هتحم فيها السمسم طحنة كويسة جدا عشان يبقى ناعم معاكي جدا جدا لازم تتحانيه كويس قوي عشان ما تحسش ان هي مش حلوة وبعد كده قلت هحطها في الادراب الهند بلندر برضو وحطت بقى عليها زيت زتون يعني انا طبعا الكمية عملتها طبعا على كذا مرة عشان المطحنة تبقاش كبيرة قوي فما تمليهاش قوي عشان تتحانهولك كويس جدا عشان تحس ان يطعمه كذا بتاعت برا التحانة الصحية زي ما قدركوا يعني ما منحطش فيها اي حاجة خالص غير سمسم وشوية زيت زتون صغائرين جدا لان اصلا كاكا السمسم بينزل الزيت بتاعه فما تكترش اوي برضو في الزيت يعني يعني انا حطت حواليك ربع كوباية صغيرة ما حطتش اكتر من كده بالهند بلندر بقى كده وهبدأ برضو ان انا اخلطهم كويس جدا ببعد بغاية لما حست ان هي نعمة خالص معي بصت هي برضو تقيلة وحلوة جدا طبعا دي بقى تحانة صحية تكليم انها برضو معلقة اتنين على الاكل يعني على حسب اكلها تكليم بس هي كدهون صحية حلوة اوي وفي نفس الوقت احنا كنا منحب التحانة يعني كده هحطها في برتمان برضو عندي ازاز واحتفظ بها بقى اي وقت بقى غدا اي حاجة هاكل فيها محتاجة مثلا معلقة التحانة ولا حاجة هاخد منها هبقى ضمن ان هي صحية معايا ومفيش فيها اي بقى حاجة يعني فيها دون مهضراجة او الكلام ده كله ممكن برضو تشتريها جاهزة من اي سواء ماركت كبير بس طبعا في البيتها تبقى اقتصادية شوية او ارخص خلاص كده تعالوا بقى نعمل العيش اللي هو الصحي برضو اللي انتو برضو انا عملتو معاكو عشان نسألتوني عليه كتير وقلتولي ايه بديل العيش او ايه بديل بقى الخبز يعني ناكل ايه فهي هجرب معاكو النهاردة بزور الكتان نعمل منها كده عيش حلوة جدا اولا لها فوايك كتير جدا بزور الكتان مش بتتخن ولا اي حاجة بالعكس دي حاجة مشبعة اوي اوي وفي نفس الوقت برضو حاجات طبيعية يعني مش هلحط بقى دي ابيض ولا الكلام ده خلص هتحنهم برضو كويس اوي في المتحنة ديه وبعد كده انا التحنت حوالي كبايتين صغيرين اوي يعني ما يكملوش كباية كبيرة يعني المتحنة اصلا بتاعتي صغيرة جدا بتاعتي الخلط ده اكيد لو حد عنده هيبقى عارف المتحنة اصلا صغيرة فمسلا اقوله كده كباية يعني اقل طبعا من ربع كيلو بكتير لان انا اصلا جايبة نصف كيلو وزا ما انتم شايفين يعتبر منقص منه كتير خلاص كده تحنتها كويس جدا طبعا بقى مش بنصفي ولا اي حاجة احنا عايزنا كابل الياف بتاعتها عشان هي دي اللي فيها كل الشبع بتاعها بزور الكتان اصلا فيها كده لونين يعني غامق وفاتح اللي تحبيه بقى وليتلاقيها زيه حاطتك رشة ملح عشان بست كده يعني نزبط كده العيش وحاطت رشة فلفل اسود بس ممكن تحطي بقى اي حاجة انت بتحبيها زي مثلا توم بودر بصل بودر الكلام ده كله لازم بقى تضيف عليها مية تكون مغلية نزلة كام من الكتل وتبدأ تقلبي كويس جدا جدا العجين ده كله كده معاكل وغاية لما تلاقيها لمت وبقت زي كتلة كده واحدة طبعا بنعرف بقى ازاي ان هو بزور الكتان دي حاجة كده صبحة وحاجة لسه يعني ما فسدتش او الكلام ده كله او انتهت صلى حياته لما تلاقي العجينة معاك كده بصو لمت كده بقت عاملة زي العجينة بالضبط فهي بصو ما شاء الله لمت معايا بسرعة فحمدت ربنا ان هو ما تلاقيش بويس او اي حاجة بصو بقى زمانتو شايفين في الاول بيلزق كده ستبيه بس كده حوالي 3 او 4 دقايق بالكتير قوي هتلاقيه مسك نفسه بقى حلو زمانتو شايفين كده حلو جدا جدا هجيب بقى الكسين دي كياس تلاجة عادي جدا من غير ما هتحط على زيت ولا اي حاجة ولا تديني اي حاجة هجيبي كده كده يعني نص الكمية اللي انت عاملها وكيس تاني عليه وتبدأ بقى انسان تجيه بقى طبق كده يعني تفرجي بس كده العجين ده وبالنشابة بتاعت البتزا هتبدأ ان انتي تشكيلي بقى كده طبق قصدي رغيف كده عايش حلو حلو جدا جدا وفي نفس الوقت مغزي وجميل ومشبع قوي 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 المهم كده بصو انا بقى كده عملت برضو لقيت الاطراف مش مظبوطة طبعا ما تعملوش سميك قوي عشان برضو ما يبقاش يعني مش حلو يعني خليه برضو كده رؤيه بيبقى احلى المهم كده هعمل بنشابة لغاية لما افرد العجين ده حسب الصمك اللي انتي عايزاه وبعد كده هجيبه غطى كده اي غطى حل عندك اي حاجة بس اظبوتي بقى كده رغيف العيش فانا كان عندي كده غطى حلها بصراحة ليه كده حرفي بصراحة يعني حامي كده شوية فقطع لي الرغيف حلو جدا ومظبوط بصو الكيس معانا حلو جدا وبيتشال لو ما عندي كيش اكياس ممكن ورق زبدة عايزي بس انا فضلت الاكياس اكتر بصو يعني بتتشال معاك بكل سهولة بس انا هنا ما قطعتوش كويس اوي هقطعه برضو تاني كده فحلو قوي قوي معاك وكمان استخدامه سهل يعني قصدي طريقة طريقة العمال بتاعته سهلة جدا جدا هجيب بقى كده برضو التواصل بتاعته دي دي ما بش بستعملها كتير فالتفال بتاعها لسه بقى يعني حلوة ولا تخربش ولا الكلام ده سخنتها كويس قوي وبعد كده هدت النار خالص شمعة كده وحطت بقى رغيف العيش عايز اقولكم ان هو يعني كان بيعمل تفكعات بقى زي العيش بالزبط يعني بصتو هنا بقى كنت بحاول الفه بس طبعا ما كانش لسه يعني استوى معايا من تحت فما تلعبش في خالص بالغاية لما تحستي كده ان هو من الاطراف بدأ ان هو يعني لونه يغمق السنة كده ابدأ ان انت بقى لفيه بصتو هنا كان لسه برضو شوية فهقلبه برضو بقى خلاص على الوش التاني حاول ان انت ما تسوروش كتير على النار عشان ما ينشفش منك بعد كده يعني خليه كده طري معاك يدوبك بس كده يعني ايه تحست ان هو استوى كده معاك يخلصش ليه على طول هعمل بقى بقى بقية الكمية كلها بتاعتي كده بنفس الطريقة طبعا ما حدرة بقى معايا كده صنية وحط عليها فوتا وبردو هغطيهم بفوتا عشان ما ينشفش مني عايز اقولك ان ممكن تحطيه في الفريزر وتستخدميه عادي تطلعيه في الميكرويف ولو نشفتيه برضو وحطيتي كده عليك ابن قريش بيبقى جميل جدا وبيقرمش ويبقى حل وقوي طبعا وطعمهم ازاي العيش البلدي خالص يعني الناس اللي وضع العيش البلدي وبتحبه اكيد طبعا مش هتحبه ده قوي يعني بس بقى في دماغه هدفه عايز يخص بقى وكده هيحبه او انا عن نفس حبيته جدا عايز اقولكم محمد ابني حبه قوي بس طبعا جوزي بيعشق حاجة اسمها يعيش بلدي العادي ده فده محبوش يعني ده اخر واحد بقى الملغبط ده بصراحة ما عايتش يظبطه قوي لكن عمل معي اربع ترغيفة حلوين جدا جدا وصمكه حلو قوي بصو يعني تقيل كده ارغيف حلو تكليه تشبعي منه جدا جدا تعالوا بقى لكم هنعمل بقى بترغدق بتاعت النهاردة عشان برضو تعرفوا هو بيستخدم في ايه بالزبط جبت كده واحدة افو جادو وقلت بقى كده اعملها بالطريقة اللي انتو قلتولي عليها في الكومنتات قلتولي حطي عليها فلفل اغضر يعني دقيه كده او قطع عادي مش تفق ومعلاقة تحينة وطبعا وفلفل اسوى كده وملح ولمون والكلام ده كله فانا هعملوا النهاردة كده بالشكل ده فعلا طلعت حلو قوي وطعم جميل يعني المهم كده دي طبعا زمانتو شايفين بقى طلعت كده حلوة اللي فاتت اللي انا عملتها معاكم قبل كده كانت فيها كده نقطة صدا من جوه ما كانتش حلوة لكن دي بصراحة طعمها اصلا كمان كان حلو جدا هنا بقى زمانتو شايفين جبت كده فلفل يكون كده حامي شوية حراء يعني مدي كمان طعم حلو اكتر يعني اللي سبايسي عامة بيبقى طعمه كده بيفتح النفس فجبت كده واحد كامل قطعته زمانتو شايفين قطع واجبت برضه معلقته احنا معلقة واحدة بس مش قطر منها لان كده كده اصلا الافوغاتو بيبقى دهون صحية فيعني بلاش نقطر قوي برضه من الدهون وطبعا لموناية كاملة كده عشان طبعا عملت برضه طعم حلو جدا وشوية زيت زيتون صغيرين برضه وحطيت برضه ملح بقى ازا ما قلتولي الاول كنت باكله كده من غير اي حاجة خالص بس طبعا جالي كده كومنتي بالطريقة دي فقلت بقى اجربه وجالي برضه كومنتيك كتير طريقته بقى العصاير والكلام ده كله بس انا مش حابة اعمله عصير عشان برضه مش حابة اصلا انا اخد اي سكريات يعني انا عايز ده كده مش عايز اخد اي سكر خالص لمدة اربعين يوم زي ما قلت له طبعا اعملته كويس جدا جدا بقى بالشوكة كده لغاية لما اختلط كله مع بعضه وبعد كده بقى هجيب الرغيف اللي احنا لستاعمينه مع بعض هادين كده الاول طبقة كده حلوة منه بصراحة طعمه كان حلوي جدا جدا السندويتش ده كان مشبع قوي وفي نفس الوقت زي ما انتو شايفين بقى حاجة كده صحية وفي نفس الوقت حاجة بقى تكليها وتشبعي وتخصي كمان عليها فهقطع كده بس انا كنت سرقة ثلاث بيضات عادي ممكن تكليهم البروتين عمتا بيبقى حلوي يعني حتى لو كتير شوية مش مش مشكلة المهم انت تبقى اي ما شبعينا ووكلة شبعينا يعني عشان بس ما تجعيش ترجعت لغبطي اي حاجة تاني فهنا دلوقتي حطيت اتنين والتالتة كلتها كده عادي من غير ما احطها في العيش هحط بس كشوية كمون مش هحط بقى ملحي لاني كده كده انا حطى ملحي في الافوكاتو والتحينة بصتوا لفيتوا بالشكل ده حلوة قوي وقطعت بقى كده خياروية كاملة وطبعا حتى كده ربع كتعة كبوتشاية او يعني كم حتة كده منها مش كشير قوي يعني برضو وطماطميتين برضو الطماطم بتبقى حلوة جدا وابتدي كمان طعم حلو مع البيض بصتوا بقى الصندويتش حلو جدا جدا عايز اقولكو طعمه كان حلو بجد الباقي اللي عندك بقى ممكن تحطيه في الفريزر تحتفي زي بتطلعي كل يوم واحد تسيبيه لغاية لما يهدي خالص في المطبخ وبعد كده تكلي منه وتستخدمينه لو مش هتحطيه في الفريزر هتخليه بره ممكن ينشف منك شوية دخلت بقى كده على البلكونة كان خلاص يعني الساعة كانت حوالي كده ستة ستة المغرب انا مثلا باكل الوجبة دي الساعة خمسة ونص كده او خمسة يعني من خمسة لخمسة ونص باكل الوجبة الوحدة وبعد كده خلاص ما باكل شي تاني بقى غير باشرب مقى شي اخدر شي عايزي بالنعناع بس برضو بدون سكر ولا اي حاجة فخدت الوجبة بتاعتي مش بيعا قوي قوي ودخلت بقى كده على البلكونة قلت بقى الام الغسيل ده كله وكان برضو عندي كم دور قلت للموم معاكم المهم انا بس شاركت معاكم النهاردة كده الاكل بتاعي طبعا كنت عاملة غدا تاني خالص الاولاد والزوجة يعني اكل عايزي خالص بس حبيت اشارك معاكم الوجبة بتاعتي عشان في اسئلة كتير قوي جاتلي لو حابيني ان انا اشارك معاكم الوجبات بتاعتي برضو في الايام اللي جاية مع الروتين برضو قولوا لي في الكومنتات لو مش حابيني عايزي حابيني اليوم اللي هو الطبيعي والغدا اللي هو العادي همشي معاكم طبعا عايزي انا كده كده بعمل الاتنين بعمل وجبة ليا الضيت وبعمل طبعا اكل عادي الاولاد والزوجة فدلوقتي كده 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 برضو غسلة بقى دورين انتم متعاوزين معايا باخسل كده دورين تلاتة وبعد كده باجي اخر النهار انشرهم كلهم فجبت الغسل بتاعي وبدلوقتي لامتي الاول دور كده نشرها وبعد كده هنشر بقى كده بحب اول انشر بقى زي ما قلتلكم برضو اخر النهار الجو كان حلو كده وبحب جدا بقى القرآن المغرب بيكون شغال والشمس خلاص يعتبر كتراحت دلوقتي كده في التوقيت ده فبتبدأ بقى الاضاءات تشتغل كده قدامي او ينوروها فبحب قوي قوي الوقت دوت بصراحة الجو فعلا فعلا بيبقى جميل جدا جدا كده خلاص نشرط الدورين بتوعي كده دور كانوا الدورين غسيل وزا ما انتم شايفين الجو بصوا تحفى بجد جميل جميل جدا جدا دخلت بعد ما خلصت بقى نشير وقفلت البلكونة ودخلت بقى بصراحة على المطبخ التلاجة عندي كانت مكركبة حرفيا بصراحة ما عملتهاش في العيد يعني انا كنت عاملها قبل رمضان جي علي العيد كنت حاسة ان هي لس تنظيفة فما عملتش اي حاجة خالص فيها خالص فقلت بقى اعملها النهاردة وكمان بالمرة انضفها تنظيفة كده كويسة وعقمها وانضفها على اساس بقى لما انزل اجيب حاجة الشهر بتاعتي تبقى التلاجة معايا مضيفة والفريزر وطبعا في حاجات بقى بتبقى بتلاقيها كده وانت بتشيلي الكركبة دي بتبقى حاجات بقى انت نسيها اصلا فبتفتكريها فبتشيليها الكلام ده كله دي كياسة الملوخية زي مايتو شايفين جميلة جدا وخضرة ايه زي ما هي فيه ناس برضو قدول في الكومنتات كنت حط مية افضل زي ما قلتلكم جربت قبل كده المية قدتني كده طعم الحنة ما عجبتنيش فالحياته جرب وممكن تجربي عادي الشربة وجرب المية والافضل ليك او اللي حبتيه اكتر عادي استخدميه مفيش حاجة بتفرق اللي انت حباه اعمليه عايز جدا فيه برضو ناس بتسلقها الاول وهي ورقيات كده الاول وبعد كده بتضربها في الكبة فعلى حسب ما انت حبه اعمليه برحتك جدا المهم كافضة الاول الفريزر انا قلت ابدأ بيه هو الاول لانه كان مكركب جدا وكان فيه حاجات كتير قوي عايز تريمي بس بصراحة لقيتهم كلهم متراموش يعني فيه حاجات كتير جدا ما تراميتش بصراحة لقيت كلها كده اكياس صغيرة بس فيها حاجات انا محتاجها فهولوك دلوقتي انا نظمته ازاي ولميت الحاجة بتاعتي ازاي المهم كده جبت الارفف بتاعة الفريزر وهبدأ كده اخسله حطيت بقى مية وشوية كلوريكس كياس صغيرين جدا اه حبيت قوي كلوريكس الازرق ده انا قد استعمل ما كانش حلو زي ده اللي هو الروز ده ما كانش حقدي كده لكن بصراحة اللبني ريحته فعلا جميلة جدا جدا ورغوته عالية قوي كمان بكتير من اللي هو البنبة اللي هو اللونه مفاتح كده تقريبا يعني لونه روز كده المهم يعني ده احلى بكتير ورحته احلى فعجبني اكتر فعشان كده جبت منه النهاردة ازايزة اللي انتوا شايفينها دي بخمسة وعشرين جنيه طبعا هو غير انه كنت بجيبه بطمانتاشر وساعات كنت بجيبه بواحد وعشرين يعني كان اقصى حاجة بواحد وعشرين جنيه فاجبته اخر مرة بخمسة وعشرين اللي هو مبارح فدلوقتي كده بصوا طبعا ده رف برضو من الفريزر مكسور كده زمانتوا شايفين انا مثلا في اول يعني استخدامي اول ما اتجوزت ما كنتش بقى بصراحة برضو يعني اي واحدة فينا ما بتبقاش عارف امتي الحاجة اللي معايها يعني بصراحة بتبقى بقى يعني داخل لها كده بقى فشقة جديدة وحاجات جديدة فالحاجات دي بتبقى كلها جايلها كده عالجاهز معنى اصح والدتها بقى ولا يعني اهلها وما اللي مجاهزينها جزها جاي بالحاجة فهي ما بتبقاش حاسة بقيمة الحاجة دي فالمهم انا بتبقى اتعامل مع التلاجة بغشم كده انتوا فهمين يعني مثلا ايه احط حاجة الرف مثلا بتاعها دي اروح يعني زق الرف كده طبعا يكسر زمانتوا شايفين كده فبعد كده طبعا بقى مع الحياة بتعلمي وبتعرفي امتي الحاجة اللي معاكي فطبعا الحاجة دي ممكن اشتري عادي الرف دوت برضو فيه يعني بديل او يعني فيه كده على غيار بتبقى بس بصراحة مش عارفة اشتريها منين يعني بس ده الرف عندي برضو مكسور فانا بقولكوا اتكسر مني ازاي ساعة كده بحط مثلا حاجة كده عالية فاضطر ان انا يعني ايه الرف يكسر غزب عني دلوقتي كده بقى جبت بقى اللزبونشة وبردو غسلت كده الفريزر من جوه ريحة الكلوريكس ما تقلقيش مش هتعمل اي ريحة في الفريزر بالعكس اديت كده ريحة نضافة وفي نفس الوقت مش ريحة يعني سبتة تدائك بعد كده او تكرف على الاكل او الكلام ده كله فهي ريحته حلوة قوي وفي نفس الوقت حستيك بتعقيم في التلاجة فهنشب بس كالبقى الفوتة طبعا بروح اخسرها كزا مرة عشان اضمن ان الفريزر معي نضيف ومفيش اي طبعا اي حاجة خالص يعني هو ممكن يكون اللي بيبهدل عند الفريزر شوية الردة بتاعت العيش والكلام ده كله هو ده اللي بيبهدل الدنيا هجي بقى هنا على الباب بتاع الفريزر برضو هخسر هو كمان بنفس الطريقة يعني بنفس الطريقة الغسل كده بتاعتها يعني الطريقة سهلة جدا انا بصراحة مش بفصل التلاجة لاني مش بغرق ميا كتير انا مجرب بس كده بخصل بالزبنشة وبعد كده بمسح ايه ساعات بفصلها لما يكون بقى يعني بخصلها بقى غسلة كويسة بقى بغرق الميا بقى من جوه ومن بره ولكلام ده كله رغم انه اصلا غلط عشان الميا بتاكل البرومة بتاع التلاجة وبتخليها بعد كده مش حلوة فدي افضل طريقة بصراحة لتنضيف التلاجة انا بحب كده انا اتضافها على الناشف يعني اجيب اللزبنشة كده متبقاش مبلولة طبعا ميا وطيب وتغرق ميا واخصل وبعد كده اجيب الفوطة انشف بقى بزمانتو شايفين كده طبعا الارفف الحاجة دي كده عندي خلاص اه اتصفت ونشفت اه فبجيب بعد كده بركابة بالشكل ده هجيب بقى الارفف ايا كمان هحط الاول الرفف اللي فوق ده ده اللي هو المكسور بس شغال معي يعني عادي ومقدر غرض هجيب بقى كاس الملوخية يعني اي حاجة كان عندي مش مش كبيرة احطها في باب التلاجة طبعا زمانتو شايفين الكركابة دي كلها كده على البتجاز كل دي بقى عيش ففكرت ان انا اجيب كامل منظمات دي عندي قلت لامي كل الاكياس اللي عيش دي بصراحة في منظم واحد ومنظم التاني احط فيه البواق الخضار اللي انا بستخدمها مثلا وبواق برضو الفراخ والكلام ده كله الفريزر بقى عندي التاني اللي هو دي فريزر بحط بقى فيه الحاجات التانية لكن ده بيبقى كده يعني حاجات كده استخدامية يعني يومية كده حاجات بسيطة البواق مني مثلا بعمل خضار اللي بقى بحطه في الفريزر بردو مثلا توم عشان بستخدمه بردو على طول في الأكل وكده يبقى جنب إيزي لكن التاني بحطه برده لقصد الفريزر التاني عندي برده عشان كده أنا دول يعني مش هتلاقوا في حكاك كتير المهم كده حطيت بقى المنظم التاني ده حطيت الأول بقيت الخضار وكيس كده صلصة والتاني حطيت فيه بردو زي مثلا كيس كان سجوء كان مباقي مثلا منه شوية كيس كبد وقوانس الكلام ده كله فطالما مجمد عايز يحطيه مع المنظم التاني لكن طبعا لو لسه بقى فيه بواقي منه لا هنا بردو كانت فرخة كنت حطاها بردو هنا بقى بصد الباب بحبه قوي بحط بقى فيه جلاش بحط فيه سنبوسة بحط فيه زي ما انتم شايفينك الأكياس بتاعت الملوخية لو عندي بردو كياس جاهزة بصد الفريزر بقى نضيفه جميل وهذه كده وريق وردفته وزبطته هدخل بقى على التلاجة برضو فيها حاجات كثير قوي قوي وأكياس كثير عايزة تريمي ودي بقى بصراحة اللي فيها حاجات كثير قوي عايزة تريمي يعني انا يعطيب ما رقمتش حاجة من الفريزر لكن التلاجة فيها كركبة مش قادرة أقول لكم ساعة كثير قوي بينكسر بصراحة يعني مش عارفة في رمضان بقى شلت المفارش اللي كانت مفروشة في التلاجة فلقيت التلاجة بتاعت نضيفه بصراحة ما غسلتاش أصلا فلقيتها نضيفه كده فمسحتها بس كاي بالفوتة ويرحت راستها فيها حاجة تاني لكن كغسير زي كده ما غسلتاش خالص من قبل رمضان لكن إيديا يعني فيها اللي هو التنظيف البسيط يعني دي هنا طبعا كان جبنة وقع بقى في الأرض طبعا دي بتبقى مش مننا إحنا ترمى معاك أطفال صغيرين هتلاقي كده حاجات بتحصل كتير لكن أنت أو زوجك مش هتلاقي كلام ده أصلا أنا عايز أقول لكم أن أنا أول ما تجوزت ما كانش فيه كلام ده ما كنتش بشوفه بصراحة لكن خلاص بقت رمى بقى فيه أطفال صغيرين وبقت بدأوا أنهما يجبروا وينكوشوا في التلاجة فهتلاقي مواهب كتير ربنا يا رب كده يخلي كل ولدنا ويبارك فيهم يا رب ويديهم الصحة والعمر ويبارك لنا فيهم ويرزق كل مشتاء يا رب حقي جاهي النبي كده أول حاجة غسلت الدرج اللي هو بيبقى تحت الفريزر على طول ده بيبقى حافظة كده مثلا مطلعة خضار قصدي مطلعة مثلا اللحوم سيحطيه فيه وسيبيه فك مع نفسه يعني حاجة عايزة حافظة مثلا عليها درجة السوقية بتعيدها حطيه فيه زي مثلا سعب بجيب كده زبدة بقى مثلا عايزها يعني مجمدة بس مش جمدة أو زي الفريزر بحطها برضو فيه حاجات مش عايزها بوز يعني برضو بحطها فيه فهو حلو بس كده فدلوقتي كده برضو غسلت التلاجة بنفس الطريقة زمانتو شايفين وبعد كده برضو جبت بقى الفوطة وكل الشي طعم بخسلها وبشطفها وارجع ناشف تاني لغاية لما خلي التلاجة معي نظيفة هاجي بقى على باب التلاجة زمانتو شايفين ده كان بوقت البدر اللي كنت عامله وبقى بشيل بقى كل حاجة بقى بصو كده كان لسه فيه مفارش رمضان ما كنتش لسه زي ما قلتلكم من ساعة رمضان ما كنتش عملتها يعني بس كنت شلت المفارش بتاعت التلاجة ومسحت كده القرف وهي موجودة في التلاجة زي ما هي وخلاص يعني لكن ما شلتش بقى وغسلت الغسلة دي بصراحة الغسلة دي بحس بتفرق جدا جدا مع التلاجة كده وبحس ان هي بتنورها وبتنظفها وبتخلي ريحة التلاجة جميلة تفتحيك ما تشميش بقى ريحة اكلت فوق بعض بقى اي حاجة بايزة الكلام ده كله خد يبالك طبعا منه لان سعب بنحط حاجات في علبة صغيرة يعني زي ما دلوقت كده حطت حاجات في علبة صغيرة عايز اقول لكم نشفت ووازت وكمان في علبة منهم كنت حطت فيها اللي هو السمك اللي هو البسارية طبعا كنت نسيها يعني كنا واكلين منه وكان تبقي كده معنا كم واحدة فحطتهم في علبة صغيرة من ملتق ايكيا وانسيته خالص طبعا ده كان قبل رمضان يعني بصتوا حتى العيل باز وغنونة كده محطوظة في التلاجة فما تجدش بارك تشوفي دي اي اساسة المهم يعني طبعا عملت برضو راحة مش حلوة فطبعا كل ده تراما وتغسل بقى مكانهم وتنظف كويس او زي ما انتوا شايفين بقى الارفف والحاجات دي كلها زي ما قلت لكم الغسلة دي بتفرق جدا جدا فعلا مع التلاجة هنا بقى الرف ده ما كانش متسخ خالص بصراحة كان نزيف جدا فقلت خليه يعني مش شرط ان انا اشيله طبعا ما نضيف خلاص مساحته بس كده وهو موجود وبعد كده جبت بقى الارفف بتاعت التلاجة وقلت احطها بقى في الاماكن بتاعك بس تو هتلاقيه كم رف كده عندي يعني مكسور فزي ما قلت لكم يعني دي بقى ارسلها لكل البلاد اللي لست متجوزين حافظة على حاجتك وعرفة قيمة الحاجة لان احنا بدي بقى صغيرين يعني انا كنت متجوزة صغيرة جدا على فكرة فمش ازا ما قلت لكم يعني مثلا مش عارفين امت الحاجة قوي الحاجة جاينا كده عجيز وكنا برضه صغيرين فمش حاسين بامت الحاجة قوي لكن بعد كده بنعرف بقى يعني لما بعد جانب بتتجوزي وتلاقي الحياة كده خدتك شوية بقى ومصاريف والكلام ده كله بتعرفي بقى امت الحاجة كويس رصب بقى بصتو المفارش بتاعت التلاجة جميلة جدا ولونها كده عجبني بقى لك تلقى ومجبتش الاشكال دي فشكله كده مو بهجي يعني لونه كمان حلو ومنور كده التلاجة هبدأ بقى كده ارصر حاجة بتاعتي تاني احلى حاجة ما تجيبي كده علب للتلاجة بتنظميها فعلا فعلا بتبقى جميلة جدا انا كده عاملة البوكسي ده كده بحط فيه كل البهرات بتاعتي اللي هي الزيادة وده بحط فيه الخضار اللي هو مثلا برضه عايز احافز عليه يعني مش، لكن عندي درجة التلاجة بقى من تحت يعني طبعا انتو عارفين اتلاجة دي تلاتة باب فواحد الخضار وواحد التلاجة عادي وواحد فريزر ف付 الخضار ده ممكن بحط فيه بطاطس بحط فيه مثلا تمطم لو عندي كمية جبيرة مثلا وريسلا مثلا صنطها بحط فيه خضار يعني بحط برضو فيه خضار لكن البوكس اللي انتو شافتوه ده بحط فيه بقى الخضار اللي خاف ممكن يتكاثر يعني زي الفلفل مثلا ممكن يتكسر لو يتحط عليه اي حاجة كده يعني ممي كده كان عندي بقى علبة جبنة برضه ودي عايز اقول لكم ولدي عشقنها الايام دي مش فهمة في ايه مع انها مسصحية او انا عارفة بس يعني حلوة بصراحة يعني دول اطفال الصغيرين وجسمهم بيهدم فمش هتفرق بقى لو كانوا اي حاجة زي كده وكده كده انا اصلا مكنش عندي جبن خالص لسه بقى ما اروح كارفور هاجيب جبن فرصيت كده الحاجة اللي عندي وعايز اقول لكم والله التلاجة بتبقى كده احلى بحب التلاجة اوية فاضية بحس انها بتبقى ريئة وبتبقى كده هادية يعني هقول لكم لما اجيب حاجة تواجي بحس ان التلاجة بتتكاركب كده بسرعة فدلوقتي كده رصيت بقى بقيت البيض وطبعا دي حاجة متبقية من حاجة رمضان وبرضه لسه عندي شنطة مليانة مكسرات زي بقى اللوز والزبيب وكل الكلام ده فده برضو حطا في درجة تلاجة من تحت حطا برضو في شنطة كده وربطها كويس وحطا في درجة تلاجة والمشمشية وكل الكلام ده لسه عندي ده كنت جابي برضو نصف كده كده زيتون حلو جدا وبرضو حبيته اكتر لما عرفت ان هو في الضيط بتاعي مسموح فبدأت بقى ان انا كده اجيبه طبعا بتستخدمه منه مثلا اتنين تلاتة بس كده في الاكل وخلاص مش حكتل برضو من كده ان الزيتون برضو دهون صحية وحلو همسح بقى كده التلاجة من بره زي ما انتوا شايفين كلها بقى من فوق لتحت كده وهاجي بقى على المطبخ وكمان المع بقى طبعا الرخام مطرح بقى ما كنت مطلع على حاجة انا طبعا كنت غسل كل الموعين بعد الغداء وكنت غسل بتجاز بتاعي فايه هو بس عايز بس كألمع الرخام مطرح ما كنت طبعا مرضة في التلاجة وطلع معي شوية موعين كده صغيرين اللي كانوا في التلاجة بقى اللي هي العلب اللي انا كنت حطى فيها حاجات كانت برضو فيه علبة فيها بواقي مساقعة يعني كزا حاجة كده كانت خلاص بقى يعني عايزت ترمي فعملتها الممي بقى ان انا جبت اللزبونشات اللي هي الصفرة اللي انتوا شايفينها دي التلاتة بسبعة جنيه فحلوين قوي قلت برضو خلي واحدة منهم للكوبيات والتانية خليها بقى للموعين العادي وفي واحدة بصراحة بخليها بقى غسل الحود كده مش بحب اخسل الحود طبعا باللزبونشة اللي انت بتغسل بها الموعين ده لازم يعني ده اساسي هاخسل بقى معاكو شوية الاطباق اللي بسرعة دول قصدي كم علبة دول وكم طبق كده كان برضو طبق فيه كده كم فول نشف خلاص وطبق تاني كان فيه كتعة جبنة برضو نشفت فالحاجات دي كلها اللي مليش لازم يعني نظفي كالتالاجة وممكن كمان تبقى حاجات يعني مثلا بوزة ممكن تعمل ريحة وحشة يعني فانحاول كان احنا اول باول نظفها وطبعا بيجي يعني انا وقت كلنا بنسيب الحاجة دي وبنطنش بمزاجنا كمان يعني ممكن اكون مكسلة كنت بمزاجي ان انا عمل التالاجة فالان التالاجة فعلا بتاخد مني وقت جامد وفي نفس الوقت يعني برضو يعني ايه بتكركب المطبخ بسرعة بحس ان المطبخ بتاعي بتكركب كام التالاجة دي فعشان كده بتبقى تقيلة شوية على قلبنا كلنا يعني بس بعد ما بتعمليها بتحس انت مرتاحة نفسيا جدا 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 انا عايز اقولك ان انا كاني كل شوية بفتح دولاب مثلا يعني بعد ما خلصتها كل شوية افتح هتفرج الله ورح افلها تاني جوزي دخل جاب ازازة مية قلتلهم ايه رأيك في التالاجة قال لي جميع تسلم ايدك الولاد دخلوا قلتلهم ايه رأيك في التالاجة فتحستوا ان انا فرحانة جدا بالتالاجة كده خلاص الروتين بتاعي معاك وخلص يا رب بقى كده هيكون عجبكو وتنشطتوا معايا ولو تلاك تكفيها ايه كركبة يلا امي كده نوضى فيها على طول مش تاخد منك وقت اقولك بقى باي باي مع السلام اشوفكم ان شاء الله على خير في الروتين جديد ومع السلام